بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأعزيكم بمناسبة ذكرى وفاة الإمام أمير الأؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذه المناسبة الحزينة اعتاد الشيعة عموما بزيارة قبر الإمام أمير المؤمنين وتقديم العزاء له بهذه المناسبة الأليمة وإذا ما يقدروا يزوروا يعني يحتفلوا في كل مكان بهذه الذكرى الأليمة ويبكون ويلعلون قاتله وينتهي الأمر إلى هنا وإذا كان هناك من يهتم أكثر من ذلك فإنه يجادل أو يهتم ببعض خطب الإمام المنسوبة إليه مثل خطبة الشقشقية يرددها وأنه الحق كان مع علي بن أبي طالب وهو كان الخليفة الأول أو يجب أن يكون الخليفة الأول بعد رسول وأن الآخرين اختصبوا خلافته مثلا وعندما أصبح خليفة أيضا تمردوا عليه وانشقوا عليه وحاربوه وأفشلوا نظامه إلى أن قتلوا يعني قضية تاريخية أنه من كان أحق بالخلافة وماذا فعل أو أيضا في هذه المناسبة وكمناسبة لتذكر الأئمة الآخرين من أهل البيت أنهم كانوا أضماء كانوا أبطال خدموا الإسلام جاهدوا كانوا كرماء كانوا زهاد كانوا يعني كثير من الصفات الطيبة والكريمة ولكن لا يربطون بينهم وبين ذلك الإمام يعني طيب أنا أذكر نشأت على هذه الثقافة في أستتينات كذلك كنا نحزن ونحتفل بذكرى مقتل الإمام الحسين خاصة في كربلا كلها تنقلب إلى عزاء كربلا كلها تلبس السواد وتبكي وتلطم وكذا وعامة الناس فقط يعني تعاطفون مع أهل البيت سواء المام علي أو المام الحسين أو بقية الأئمة على أساس أنهم يعني مظلومين كانوا أو أنهم يحصلون على الثواب والأجر من الله تعالى في الآخرة وهؤلاء يشفعوا لهم في الآخرة طيب ما هو يعني دورهم في الحياة اليوم ماذا نستفيد منهم اليوم بالنسبة لإمام الحسين كثيرا ما كتبت كتب وأتذكر حتى في منظمة العمل الإسلامي يعني أحدى فصائل الحركة الإسلامية في أستينات وهي تأثرت بي أيضا ببعض الكتاب الإيرانيين كالشيخ صاحب كتاب الإمام الحسين الشهيد الخالد كان له تأثير كبير وكتابات على شريعة ربما ومحاضراته في ما بعد ذلك أن الإمام الحسين يعني قضية يجب أن نسير على دربه وهو قام بثورة ويجب أن نحن أيضا نقوم بثورة على الظلم كان هناك تفسير حيوي لقصة الإمام الحسين والاحتفال بذكر الحسين ليس فقط أنه هو شخص مظلوم ونبكي عليه ونحصل أجر من الله في الآخرة وكذلك الإمام علي كثيرا ما يتم يعني الاهتمام به من قبل أموم الشيعة أنه كان هو أحق بالخلافة طيب ويستذكرون خطبة الشكشقية خصوصا وأذكر أنا والدي رحمة الله عليه إن كنت صغير كان يعلمني هذه الخطبة يفتحني جبلاغة ويقول أحفظها وكنت أحفظ الخطبة هذه بالإضافة إلى خطب أخرى ولكن لم نكن نعرف يعني من هو الإمام علي حقيقة وحتى الآن كثير من الناس اسألوه روحوا شوفوا من هو الإمام علي أطرحوا هذا السؤال على أي صديق من أصدقائكم أو أي واحد مرون به في المكهى في الشارع في الحرام أنه من هو الإمام علي وماذا يعني لنا اليوم هل نحن حقيقة شيع له هل يمكن أن نكون شيع له ماذا يعني أن نكون شيع له ماذا يعني ذلك فقط يعني نكتب اسمها أو نرفع اسمها فقط صلنا شيع يعني ما نشوف أسلوبنا وتصرفنا وتعاملنا في الحقيقة أنا في نظري أهم شيء في الإمام علي عليه السلام هو زهده في الدنيا زهده في الدنيا يعني زهده في السلطة لم يجعل السلطة كرينا للإسلام وأنه يجب كما تفعل حتى بعض الحكومات الإسلامية أنه السلطة تبقى هدف أو بعض الزعماء الإسلاميين أو بعض المراجع أو بعض الحركات الإسلامية التي تجعل السلطة هدفة. وانه اذا احنا ما اخذنا السلطة يعني الاسلام راح يروح واحنا لازم ناخذ السلطة مو فقط انه السلطة تكون مهمة في احياء الاسلام لا وانما نحن بعدين نصير انا امثل السلطة كما تتكرون بعض الزعماء الثوريين الغابرين الذين كانوا يقولون الثورة هي مهمة بالوطن وبعدين الحزب هو قاعدة الثورة ثم انا قاعدة الحزب فانا امثل الثورة والحزب والوطن وكل شيء فيبقى الحفاظ على القاعد اهم شيء الامام علي عليه السلام لو درسنا حياته بشكل يعني دقيق لو وجدناه انه يعتبر السلطة من امور الدنيا وليست مهمة الا بقدر ما يقيم حق او يعيد او يدفع باطل هذا هو المهم من السلطة لان انا اجي للسلطة واحكم اولا بالطريق الى السلطة اسحك كل القيم واتخلى عن كل الشعارات وكل المقدسات وكل شيء من اجل ان اوصل للسلطة اقوم بنقلعب عسكري مثلا اوصل للسلطة وبعد ما اوصل اود المحافظة على السلطة تصبح السلطة مقدسة وانا مقدس واي واحد يخالفني فكأنما خالف الاسلام اي واحد يعارضني كأنما عارض الاسلام اني اصبح شخص يعني محور الاسلام وظل الله في الارض الامام علي ما كان هكذا اولا بعد وفاة الرسول صلات الله سلام علي ارضت عليه السلطة يعني كان فيه بعد انتخاب عبي بكر حتى في سقيفة بني ساعدة ولكن لم يبايعه كل المسلمين في الساعات الاولى وفي الايام الاولى ظلت القضية يعني متحركة ومترجرجة ومهزوزة ما يمكن يعني كان يشاورون الناس كان كما يقول المؤرخون جالسين الناس حلق حلق في المسجد ويتداولون الامر يتداولون الموضوع انه نبايع لا نبايع في تلك اللحظات الحاسمة والمهمة جاء العباس عم النبي وقال له يا علي بن ابي طالب وكان هو مهتم بالسلطة العباس حتى قبل وفاة الرسول في الايام الاخيرة قال الامام علي يا علي بن ابي طالب العباس هو جاء متأخر بالاسلام واسرة في بدر يعني ما كان عنده ديك الهيبة ان ياخذ السلطة هو ما كان من المهاجرين الاولين فقال للامام علي انه يا علي بن ابي طالب انا ارى ملامح الموت في وجه النبي وهكذا اعرف من بني هاشم يعني فروح اسأله لمن خلافة بعدك لمن الحكم بعدك لمن الامر بعدك فالامام علي احجم قال لا ما اكون بهذا ما احجم ما اسأله بعد ما توفي النبي بادر العباس الى الامام علي وقال له امت ديتك وبايعك فيقال ام النبي بايع ابن ام النبي ولا يختلف عليك اثنان ام عالي كان يريد ان يفرض نفسه على الناس بلقول لان هذه مسألة دنيوية مو مسألة مو مسألة الدين جاء ابو سفيان اللي كان هو يحارب النبي الى فتح مكة قبل سنتين يعني من وفاة النبي اجي وقال له هو كان قريب من بني هاشم بني امي و بني هاشم ابن عام اقرب القبائل القراشية وقال له يعني كيف تقبلتين تجي تحكمنا تعال انت عمد دلك وبايعك لانها علي خيلا ورجلا انا عندي قوات مسلحة عندي عشيرة كبيرة واقدر اجيش جيوش مثل ما جيشت النابي اجيش على ابو بكر ابو بكر منه هكذا كان اقول ابو سفيان فالامام قال له انت ما زلت تكيد للإسلام والمسلمين من اول يوم يسمي جايد تسوي لي مؤامرة جديدة براسي اني مارض هذه السلطة واحجم صحيح لانه تمت العملية في سكيفة بني ساعدة من دون مثلا استشارته فكان في عنده امتعاض هذا لا شك لبقى ستة شهر بعدين بيع ابو بكر وبعدين دمج مع النظام وكان مخلصا لابو بكر وعمر واثمان بيعهم وساندهم وكان مستشار لهم وقاضي القضاة لهم ولولا علي لها لكو عمر كما يقول الخليفة الثاني ولا ابقاني الله لمعظلة ليس لها ابو الحسن كان يحل المشاكل وعندما اقترح عليه الفرس انه خليجي عمر يقاتل بالجبل ليش قاعد بالمدينة بعيد فاستشار الامام علي وهذا موجود في نجل بلاغة ما رأيك اروحان بنفسي اروح قاتل قال لا اقعد بمكانك اذا انكسر الجيش انت تألف جيش تاني وتبعثه بينما انت رأيت منكسر الجيش رأيت دولة مالتنا كلها فكان ناصح امين لأخيه وصديقه عمر وبعد ذلك عندما قتلوا اثمان ايضا جاءوه الناس والثوار تعال امد ذلك نبايعك قال لا اني لكم وزيرا خير لكم اني اميرة دوروا لكم واحد ثاني وظلوا ثلاثة يام من توقيم بيته حتى يعني لبا طلبهم وقال اذا نذهب بالمسجد وتبايعوني وبعد ذلك عندما اصبح خليفة لم يتمسك بالسلطة وعندك يعني مأثور انه انه دنياكم عندي ازهد من عفطة عنز ازهد من عفطة عنز شن قيمتها هذه هاي الدنيا مالكم الحكم والسلطة ما اشتري بشي ما الا قيمة عندي الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا مو انا في سبيل اوصل للسلطة افتري واكذب واهاجم واسب واشتم واعلن واحارب اخواني واصدقائي وحتى انا اوصل للسلطة اصير ارهابي اصير انسان غير قانوني اصير انسان يعني سفاح اتحالف مع السفاحين مع المجرمين مع هذا حتى انا اصير قوي واحكم واصير زعيم ثم ماذا بعدين المهم انت تطبق القيم الاسلامية وانت في طريقك الى السلطة وعندما تصل الى السلطة كذلك ايضا معاوك عنده نهج في جمع الناس بالفلوس يغريهم ويهددهم ايضا ويهدد كثير من الناس الميجون وياه يوام علي ما كان لا يغري احد ولا كان يهدد احد ولا كان يعتقل احد ظلما او يقتله ظلما لانه خالفه وايضا موجود في نهج بالاغة ولكن كثير من الناس ما يقرؤون هذه القصص وهذه الخطب قال لما خرج ابن ناجية واحد من الخوارج في هذا الخطبة اذا تلاحظوها وتقرؤوها ابن ناجية خرج علي يوم من الايام كان مسيحي ثم ارتد ايضا والامام تألم الى قال هذا الرجل اجاني في يوم من الايام وقال لي معارضة كاثرة ضدك الناس يعني سيتكلمون عليك قلت له طيب شنه اسوي قال اقتلهم اقتلهم لرؤوس المعارضة كلهم يخافون ومن بعدين حكمك يستقر والسيطر ويبكى انت بصر يوم من ضحك علي اقل لي اذا انا اقتل الناس اذا ليش سير امير مؤمنين امير مؤمنين سبقنا نطبق العدل مو اجي اقتل الناس ابرياء لانهم عارضوني خلي عارضوني شلو المشكلة فيها ذلك بعد فترة اجواها قال زين تطيبوا فلوس لولا شوية وزع عليهم فلوس تريهم من فلوس او اخرين قالوا لان نفس الشي هم يذكر المام علي في ناجة بالاغر فقال لهم يعني هذا المال لو كان مالي انا ممكن اعطيه للناس حتى يوالوني لانه بس يخرص المال يصيرون ضدي فانا ما يشتري انسان بالمال فكيف وهو مال الله مال المسلمين انا امين عليه ميسر انا اجي اصرفها من اجل تكريس السلطة شوفوا الان حكامنا وزعمائنا يستغلون مناصبهم واماكنهم حتى يحصلون الفلوس فلوس العامة فلوس الشعب فلوس الدولة يجمعوها حتى يسولهم حزب حتى يسولهم جماعة حتى يشترون بها ذمام آخرين حتى كذا واذا خلصت فلوسهم فما كمانع منا ومنا ايضا نجيبون فلوس من برا عشان يكون عندهم اجهزة اعلامية وناس يصفقوا لهم وناس كذا يركضون مراهم ويقولونهم زعامة حتى يفرضون انفسهم بطرق مو يعني حلال وقال المام علي يقول في هذه الخطبة يقول انا قلت لهذا ابن ناجي قلت له يا عمي انا ترجم خطبة المام باللغة الشعبية يعني قل لي انت لو انا اقوم بكتل واحد بريء انت يجب ان تكف امامي وتقول لي اتق الله يا علي بن ابي طالب اتق الله هذه الكلمة انت لازم توقف قدامي وتقول لي اتق الله مو انت تقترح علي انا اقتل الناس الابرياء او اعتقلهم او اعطيهم فلوس او اي شيء اسوي هذا ما يجوز انا لازم اوصل للسلطة بالطرق الشرعية بالطرق القانونية واطبق القانون انا انين الامة انا مو جاي لص مسيطرة على السلطة بالانقلابات العسكرية وانهب كل ثروة ومرت البلد واعطيها الى الاجانب حتى يبقوني بالسلطة الي كم ما يفعل بعض الملوك وبعض الامراء فشوفوا كل حياة الامام اذا واحد يدرسها مو هم السلطة هم اقامة العدل الهدف من السلطة ما هو الهدف من السلطة انا سوي حزب وافوز بالانتخابات وبعدين شنو بعدين حتى اصير زعيم واسمي وناس طفقولي واللي اطبق الحق والعدل حتى بالعملية الانتخابات ما يصير مثلا ازور بالانتخابات اصلا الان في الطرق الحديثة هي مالتنا ما يصير اجبر الناس على ترشيح او التصويت اللي هي شخص معين ما يصير احطم الآخرين اسبهم واشتمهم بحيث بالافتراء وبالكذب حتى سقطهم حتى انا اطلع واخيرا الامام علي عليه السلام اعرفون هاي الدعم ان اكرر هاي الخطبة مالتنا انه يطلب المعارضة هو يطلب المعارضة من الناس وهو امير المؤمنين والان احنا قدنا هذا امام معصوم جدا ولكن هو في نفسه شوفوا هنا سر الامام علي في هذه السياسة مالتنا اني في نفسي لست بفوق ان اخطئ ولا امنوا ذلك من فعلي الا ان يكفي الله مني ما هو املك به مني فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل الان اكوناس مثلا اذا انتقدوا في الزعيم بذول اقلام مأجورة ذول عملاء ذول خونة ذول معراقين اذا ما سمعوا كلامه اذا صاروا صاروا ما ادرش انهنود مو عراقين ذولا اذا ما انتخبوا مرشحي ورحوا انتخبوا واحد اخر خانوني وخانوا العراق وخانوا اهل فلان و اهل فلان ما يصير الشكل لازم احنا تمسك بالسياسة اللي ما معا لي نطلب الناس نطلب من الناس انه يجون ينتقدون و يشيرون علينا بالعدل يعني معناته اكو ظلم تعال انت اعدل وبعد شوفوا نفسيته شوفوا ثقافة اللي ما معا لي فانما انا وانتم عبيد لرب لا رب سواه بعض الناس ممنون بهال المبادئ وهالقيم لا هو هو سيد هو سيد البلد هو سيد هذا وعائلته ايضا هم السادة وطائفته هم السادة وجماعته هم السادة والبقية عبيد يعاملهم كما عاملت العبيد كنت مرة في مملكة من هالممالك فجاءني احد الناس وقال لي بان هؤلاء الامراء والملوك يظلموننا قلت لهم كيف انت ما تتكلم معا قال يرفضون انه قبل اقدامهم يرفضون انه قبل اقدامهم مو انه ننتقدهم او نحكي عليهم او مثلا حتى نقبل ايديهم ما يقبلون حتى اقدامهم ما يقبلون نقدمها نقبلها لانه هم تعالين علينا هناك هناك خطته انما انما انا وانتم عبيد يشعر نفسه وعبد انا مثلكم ترى عبد ما يتكبر لما كان يمشي وشاف ناس يمشون قدامه وقفهم شون تمشون قدامي مثل هالمواكب الزعماء يدعم يصف وقوله مدعم الناس اللوقية مثل قلتنا بالعراق فقالوا لا لا هذا يعني اهانة لكم واساعة ليا انه اي نفس يتخرب من اشوفكم انتم انا راكب على فرس مثلا وانتم تمشون قدام انتم تركضون وانتم تعظموني ما يقبل حتى هاي المظاهر اللي ما معالي ما كان اقبل بيها وكان يروح للسوق يشتري الاكن وما اكوا اكاسنا يلون ديك الايام يحط بعبايته يشيل الاكن من السوق يحط بعبايته ويجي البيت الجواحي قال خلاش الى عنا قال لا لانا صاحب الايال احقه بحمله انا عندي عائلة ودع اشتري انت شو خاصة تدخل يعني شوفوا يعني صيرت حتى الفردية تعامل مع الافراد تعامل مع اهلت واخر شي ما ورث ما ورث الحكم الى بنيه الى الامام الحسن ما يقول اه اه ابي طالب اه نحن ابي طالب يجب ان نحكم لا او نحن اهل البيت يجب ان نحكم ما كان هذا شيء فيه ثقافة الامام علي كان بامكانه مثل ما سو معاوية عين ابن يزيد خليفة بعد يقول يا بتر شوفوا ما اكو احسن واحد من الامام الحسن فتعالوا بايعوا في حياتي يعني رحموا حتى يبقى الحكم في سلالته وفي ذريته وفي آله قضية الآل ما كانت داخلة في الامام علي هو يجي حكم الدواجب يعني الدواجب وخدم الناس اما اني اجي افرض على الناس واحد من عشيرتي واحد من ابنائي هذا مو من سيرة لامام علي ولا من سلوك ولا من اخلاك فقال له اوصي اوصي ايجي وطلبوا من عندي هم الناس ايجي وطلبوا عندي اوصي الامام الحسن قال لا اني اترككم كما ترككم رسول الله ما وصى واحد عليكم واني العائلية مو كان وصي بالحكم على الناس هذا ايضا موضوع منتبس كثيرا ما يلتبس على الناس الامام علي كان وصي رسول الله ولكن في ماذا في مسائل قضاء الديون ورعاية العائلة مالتا فقالوا له طيب يا أمير المؤمنين سوف ننتخ بالامام الحسن نحن وكان كل امور مهيئة كل اجواء قال لا أمركم ولا أنهاكم هاي رجاء لكم كيفكم انتم فعندما توفيى الامام سجهد خرج يا بن عباس وقال أيها الناس لقد توفي أمير المؤمنين وهذا الحسن موجود تحبون تبايعوا يطلع لكم تبايعوا ما تحبوا رحوا دوروا لكم واحد آخر شوفوا السلطة لم تكن هدفا بينما في بعض الناس السلطة في عقلهم السلطة هي الهدف الأول والأخير لهم بس يريد هو عائلته وعشيرته وكذا هم يحكمون وتبقى في ذريته يفكر بهذه فيوصي إلى دير باركم على ابني يجي من بعدي مثلا هذا ما يكون شيء بالإسلام الشكل هذا الامام عليه اللي ما نعرف والحديث طويل وكثير في الحقيقة يعني جوانب الزهد والكرم والأخلاق والتواضع ما يمكن نحيط بشخصيت لمعلي ولكن ما يهمنا اليوم إحنا بالعراق قدنا صراع على السلطة اليوم حقيقة نحكيها بصراحة صراع على السلطة وكل واحد هو يدفوز ويسقط الآخرين وما قد مانع أيضا يتحالف مع هاي الدولة وتلك الدولة وكذا وخلي يعني يتجاوز يقبر يطفر على القيم على الشعارات ينزل شعار لساعة شعار مو مشكلة ينتقد حتى تاريخ النظال يهما مو مشكلة يتحالف مع عداء التاريخين أيضا مو مشكلة والسلطة هي المهم عنوصل للسلطة احنا وبعدين شو سوي اقتل اذبع اعتقل اخططف اسجن اسوي يعني لما تاخذ السلطة وهي تكون هدفك مو يجوا وقبلنا ناس صار سوين حروب امريكا تقول لها حارب ايران مثلا ما عنده وانع يروح حارب ايران وهكذا امريكا تقول لها تطين البلد ما عنده وانع يطين البلد كله بس هو يوقع بالسلطة كنت استمع اليوم الى مقابلة مع ضابطة في الاستخبارات الامريكية CIA في قناة RT الروسية عاملين مقابلة معها قبل خمس سنوات يعني وتقول انه صدام حسين كانت الرابط بين العراق وبين CIA تقول صدام حسين اخر ايام قال ماذا تريدنا اعطيكم ماذا تريدنا اعطيكم النفط اعطيكم اياه وقال على انه في مقابلة حتى مع صحفي امريكي ذات اتذكرون اشتر دون بس بقوني بالسلطة كان شايف الخناق يضيق عليه اشتري منعطكم اعطيكم النفط كل اعطيكم الصحة التجزاء الصحية كل منعطكم اشتري مليون سيارة منعطكم شما تريدون اعطيكم بس خلوني انا ابقى بالسلطة ومع ذلك ما خلوه لان كان يريدون من وراي يهدموا العراق ويهدموا البلد كل ما كان يريدون يعني تفكير واهتمام جدي بالحل السلمي يدمرون البلد والان ايضا خطط موجودة الفزال الاستمرار فيها ويخدعون تعالوا معنا وتنفتح لكم ابواب الجنة بش ما تردون نطيكم انتو وكذا ونتيكم شفتم سعودية علنا نتحكي بس تعالوا نعملكم مزارع ما ادري كذا مليون هكتار و مشاريع ونساعدكم جبلكم ملعب تلعبون به ملعب رياضي ايضا تلعبون به وتفنسون اشتردونا منطيكم بعد اعلام ادنا اعلام ما شاء الله امبراطورية اعلامية ادنا ندعمكم نساندكم ندافع عنكم وادنا جيش الكتروني اي واحد يحكي كلمة عليكم انسب وانشتم ولي عن ابو ابو ويولدون التيار بس شنو ما عليكم لاتهتم ولاب قضية فلسطين ولاب قضية اليمن ولاب قضية العالم العربي والاسلامي والعالم انتو اهتموا بلافسكم بالعلاق شو يخصكم بفلسطين وما فلسطين ذول ويسبون الفلسطيني ويسبون الاران ليش ايران وقفت معانا مثلا ايضا الفلسطيني افترضوا كم واحد انتحاري ايجا من عندهم ادنا الاف الانتحاري من السعودي ستة الاف انتحاري ايجا هذا الانساء بس خطيئة كان واحد فلسطيني ايجا اذن صار الفلسطيني وكلهم كفر وكلهم صار انتحاريين لازم احنا هاي القضية الفلسطيني اشيلها من راسنا البعض يقول صحيح بس احنا تعبانين مي ما عدنا كهرباء ما عدنا تعشوف الحار تعشوف الكذا طيب ومنا سوها الاشياء بنا واذا احنا استسلمنا لامريكا مثلا والاسرائيل والاسرائيل من وراء امريكا ومن فوقها ومن تحتها انه جنبنا القضايا وخضعنا مثل ما خضعوا الاخرون رح يعني رح بلعدنا استير جنة واللي رح نخلص واللي رح يذلون يوم بعد يوم اكثر فاكثر وهيمنوا علينا الآن كلام عن نرحب مثلا اليهود يرجعون طبعا هذا عدة مرات السيد مقتدى صرح بذلك واخرون يصرحون اليهود موجودين في العراق موجودين في كردستان موجودين بغداد من اول يوم مع الاحتلال جاءوا ويشترون اراضي ويشترون كذا ويتأمرون يأخذون معلوماتكم كلها بالتلفونات والانترنت كلها موجودة عند اسرائيل اسرائيلي اليهود اللي هجروهم مؤامرة كانت هذه مؤامرة اسرائيلية صيونية اليهود أول ما أسسوا الدولة وما عندهم شعب شعب فلسطيني موجود يجوا لاجئين من برق مواحد وبعدين قاموا شلون الجاليات العربية في مصر الجاليات اليهودية في مصر وفي العراق خصوصا من أكبر الجاليات لازم يجون حتى يصير شعب يخلقو فعبر عملائهم الحكام العملاء عبر نور السعيد والملكية قاموا مهجروا دول اليهود بصورة أجبروهم على التهجير وأخذوا أموالهم كذا والآن قصر منهم فعلا يرجعون يرجع أهلا وسهلا باليهودي يرجع وهذا هو يمكن أباء أجداد من مئات السنين ألاف السنين ساكنين بالعراق من حقه يرجع بس ما يوالي كما قال سيد المقتدى يكون ولاء للعراق ولاء العراق ماذا يعني يعني مو يحمل جنسيتين إسرائيلية وهذا وعراقية ويعمل صالح إسرائيل البعض يقول طيب ما كثير من النواب والوزراء والرؤساء والمواطنين العراقيين يحملون جنسيات متعددة لماذا إسرائيل لا إسرائيل تختلف إسرائيل عدو محارب محارب للأمة العربية والإسلامية وكان يريد تكسم العراق إسرائيل كان يريد تكسم العراق قبل العام الماضي تذكرون بدعم الانفصال الكردي البرزاني لا يمن أدهم خطط فمو مسألة أنه موقف أدنى من اليهود إنما هو موقف من المخططات الإسرائيلية اللي هيمن على العراق وبكرة يدخلوا وصيروا وزراء وصيروا ومدراء وصيروا حكام وأهلم سهلا بهم بس شنوا ولاهم لمن هنا الكلام وكيف يتحقق من هذا الولاء هل هو عنده لازال الارتباط بإسرائيل ولا لا أكو يهود طلعوا من إسرائيل حتى وراحوا بره ومزقوا جوازاتهم قالوا مرد هذا الانتماء لإسرائيل وموجودين يهود في إيران موجود في أمريكا حتى معارضين لإسرائيل ليس كل اليهود هم صحاينة هناك قسم من اليهود صحاينة وقسم يرفضون يرفضون أساسا قيام الدولة الإسرائيلية ينتظرون المسيح مثلا حتى يجي في قسم هكذا تشوفون اليهود اللي يستقبلهم مثلا أحمد النجاد ولا غيره ولا في لبنان ويهود ضد الدولة الإسرائيلية ضد الصحاينة وليس كل يهودي هو صحيوني ولكن هناك يهود صحاينة واللي يردون يجون لعراق أهلا وسهلا بيهم بس بشرط ما يكونوا صحاينة ما يكون عندهم أولاء يعملون سرا وعلنا لإسرائيل ما يكونوا مواطنين عاديين موجودين حتى في إيران وإنهم نواب حتى في مجلس الشورى ما أحدهم مشكلة لا إيران أحدهم مشكلة مع اليهود أصلا هي إيران اللي التاريخية يعني حررت اليهود من سجن وأسر بابل واللي كان مأسورين ذيك الأيام فأنه لن اتخذ هذه القضية جسر للوصول للسلطة لحتى يحصل دعم عدنا لا وأنا أربع بالسيد مقتدى ما أعتقد هو كذلك وهذا عدة مرات قال والتيار الصدري أيضا عبر عن ذلك قال بشرط أنه يقطعون علاقاتهم مع إسرائيل يجون إلى العراق ولكن البعض يتعاون معهم سرا وعلنا تعرفون أنت الأحزاب الموجودة بالشموعة والجنوب أيضا هناك ثقافة الآن يبثوها بالإعلام وعبر الوسائل الاتصال الاجتماعي أنه إيه إسرائيل أفضل خلنا نتعاون مع إسرائيل خلنا راح فيها ويبعض النواب راح وزار وإسرائيل ويدعون إلى عقامة علاقات حتى مع إسرائيل المحاربة من أجل هو تدعمهم إسرائيل في السلطة أو تدعمهم في كذا فالسلطة ليست هدفا هذا كلامنا عن الإمام علي الإمام علي كان يعدل حتى مع اليهود وتعرفون القصة أيضا التي سرق أحدهم درعه كان حاط باب المسجد دخل يصلي ويطلع شاف الدرع مفقود درع يلبسوها من حديد فذهب إلى السوق ووجد شخص دميا أو يقال يهودي يريع هذا الدرع فقال له هذا درعي قال له لا هذا هو درع أنا ورثته عن أبي قال له طيب مش رح المحكمة رح المحكمة القاضي سأل الإمام قال له شنو دعوان قال له هذا الدرع ما لي هذا ما أخذه قال له طيب لذاك الرجال أنت ش تقول قال له لا هاي درع من أبويا وبإيده الدرع ماذا ماذا بإيده القاضي يحكم باليد فقال الإمام ما هو دليلك قال ما عندي دليل قال طيب اطلع برا روح ماكوشي هذا الدرع مع لهذا الرجال حكم له وهو أمير المؤمنين حكم بالعدل ولم يظلم هذا الذمي اليهودي فهنا يقال أن اليهودي أسلم وشاف أنه هذا شلون عدل أنه هذا الإمام هو أمير المؤمنين حاكم وأن يسارك الدرع من عنده والقاضي يحكم لي ضده فقال هذا هو عدل الإسلام فهذا هو المهم أن نطبق هذا العدل العدل مع جميع الناس سواء يهود مسلمين مسيحيين ما نضلوا أحد ما نضغ على أحد وطبعا أبناء بلدنا وأبناء أهلنا وأخواننا وأصدقائنا نعملهم بالحسنة ونشيء جو جو ديمقراطي يعني صراع على السلطة والديمقراطية مو بس صراع لك أكتراع الديمقراطية ثقافة 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 اليوم علي أنا ما أتكالب على السلطة ومن أجل أن أوصل أسحك كل القيم وأعادي كل الناس وأسب وأشتم لا أنا أحافظ على القيم اللي أريد أحققها بعدين من وراء السلطة من الآن مو بعدين من الآن أنا ألتزم بالأدب والاحترام وتعدد الأراء واحترام الرأي الآخر وحرية التعبير للناس حرية النقد أطلب من الناس أن ينقدوني هكذا أرتفع وليس بي أسب الناس وأشتمهم وذولا أقلام معجورة وذولا ما أدل شنو بس واحد سأل سؤال وانتقد التقاث صار هذا معجور تهموا هذه ما يجوز أنت شلون ديمقراطي وعايش فيه ظل نظام ديمقراطي ومسلم ومعمم وكذا وتتهم الناس أنهم ذولا أقلام معجورة على أي أساس شلون تباتت عندك أقلام معجورة شوفوا إذن قد إحنا فرق بين أن بس بالإسم وبمظهر إحنا من شيعة علي ولكن بالسياسة إحنا أبعد ما نكون عن هذا الإمام إن شاء الله الله يهدينا ويوفقنا في تذكر هذه الأيام العزيزة والحزينة أن نقترب من ومعلي أكثر نقترب من سيرته نقترب من خطه من سياسته من ديمقراطيته وعدله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة